ازا الان ببنطبع كيف فرد اسلوب نطبق في حالة المحول. نرجع للمحول تدارب المحول. هي عندنا فتور. خلينا حتى نرسم المحول بشكل مختلف اليوم. رح نرسم اشي بيش طحق في الايد. بيش اتناء بيش وجه. ازا راح يجي بوان هلا لها فتور. لو ممكن يستخدم هذا كترانسفورمر. فممكن. حتى اعمل هذا الترانسفورمر نرسمها طريفاً كتريفاً. رح نرسمها. رح اخذ كوين. اردكو هون. وهذا رح اخذ بروي فرايدي. رح اخذ كوين تاني. اردكو هون. وهذا رح اخذ بروي سيكري. وكتير من الترانسفورمرات اللي بتور عليكم اللي مررناه مرة الماضي في المحاضرة. شفتوه? هو هذا الشكل. هاي اللي بان بالمغناطي السيئة. على شكل حرف مش اي يعني زي كل هاي المسكرة بالماضي. وهلا هو انا عينينا كويل. هذا واحد 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 هلا. قبل ما اطلع عالالالشو هو في فتل هاي رح طبع منهم طرفين. هلا ازا هادة هي كترانسفورمر. ايش لازم اعمل? قطيم. قطيم. ازا قطيم احط هون فلتكو عندي كرن. شو لازم تكون هلا الالكرن او الولتش? عادم. ايه 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 يعني اي سي. لازم اكون اي سي. لازم اكون اي سي. لازم اكون اي سي. ازا انا لازم احط هون اي سي بولتش. ما نختلط مثلا انه انا حطيت بولتش بالشكل التاني. هاي ممكن اللي انا دخلته. سميه بولتش. انا. دخلت انا هذا المحول بولتش ان. احطيت بولتش. ايش الخصائص طبعية هذا احطيت بولتش. حطا اطلع الارمس شو بعمل? ترسموا على جدر التبعو. اوميج. ليش وحيت اوميجا? راديات. حطا اطلع منها الفريقونسي بالهرس بالنسبة اوميجا على او 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 بالهرس والغيدة لا. اذا الادفار طبعنا لازم يكونيندي سانوسودل طيب بيش ناس يكون سايدر?, هات مام مو تكون интерес. اصدقوني فلاكسون? انا. انت وع السؤال. بتكون. متكون. بس المشكلة هاد الفلاكس ما لضب عادين يعمل لهم تجب السكر. ها هي المشكلة. مش نو ما تكون مشهول بالسؤال اللي حلناك واحد واثنين مش كنا نحب السؤال واحد اثنين نحط دي سي ويتكون اللي فلوكس هو بتكون اللي فلوكس بس اللي بعدها ما تش نستفيد منه بايشي. لانه دي فاي على دي تي قديش نحط هو? زيره. ازان احنا نازم نحط هون اي سي عشان اللي فلوكس اللي تكون هون يكون كمان اي سي عشان لما يصير فيه للي فلوكس مع السكندري يتكون على تبعي. ازان فيدي القانونين هون اول قانون هن راح يتكون عندي. ممكن استعمل امتير زلو ازبطا هكي على القانون الاول. وجود كانت في البرائماري هن راح يتكون في البرائماري مشين? راح يعطيني ام ام اف من البرائماري. الام ام اف من البرائماري كين بحسبوه قيمته هي عبارة عن. ان في اي. ان في اي من هون راح يتكون اللي فلوكس اللي برقص مع الريلكتنس. طب كيف احسب الريلكتنس لهذا المول? ايش صار ايش في عندي هون? احنا ما شفناها قبل هيك هاي مزبوط. بضرب الام ام اف بس بدي الارة الا بدي الريلكتنس كيف بحسب الريلكتنس لهاي الشكل لهذا الشكل اللي موجود هون? الاريا ماشي لوقع عندي الاريا هاي الاريا انا عارفة هاريا هون والاريا هون بس في عندي مشكلة هذي اصعب شوية عساب الريلكتنس طبعا ليش ايش المشكلة هون? فيك مع عندي هذا الطرف عندي هذا الطرف عندي two parallel roots مزبوط. اتذكروا لو احنا في الدوانب كهرباية شو كنا نعمل هاي مقامة هاي مقامة هاي مقامة هاي مقامة هاي واضحا هاي لو بدينا نحسبها بداعنا نحسبها بالتفصيل طبعا بدينا نشوف هاي مقامة هون مشتركة بعدين في عندي مقامة هون ومقامة هون طيب رح اتكون عندي هلا flux هلا ايش رح اتكون عندي في بالسكندري. اتكون عندي ببداعي اتكون بووتج. البووتج هلا ايش هتكون كنتو بالسكندري يعني V. السكندري اوف تين ما هيساوي ماينوس مش هان? دي فاي على دي تين. بس مغلوبة في ايش? على اللفات السكندري. على فرض ان اقول الفلكس هو نفسه بالنسبة لقول الكويلز اللي موجودة هون هذا سمينا لفلكس لينكيش. توتل هانا فاي في ان هو توتل الفلكس لينكيش. بتذكرين المثال اللي حكينا هون بعمل عدد من اللفات كبير على هاي الحائط. بحيط اني قدر ااخد اكبر مساحة ممكنة واخد اكبر كمية من الفلكس. نفس الشي عندي هون. نتكون عندي بووتج على السكندري. فاي هانا ميجيبه بقسم بالن في اي ون في اي بقسمه بطلع منهم الفلكس اللي موجود هون. بعدين باقت واشتبت هذا الفلكس بطلع معي السكندري. اذا اول مبدأ تبع الترانسفورر. اذا هذا هو السبب انه الترانسفورر ما ممكن رشط العدد دي سي. ايش السبب انه الترانسفورر ما ممكن رشط العدد دي سي. لانه بتكون ان يتدفق جمع حطيه دي سي. لكن هذا التدفق اللي هنا دي سي. ما يولي الووتج في السكندري. مواضح؟ مش لانه ما بتكون تدفق. بتكون تدفق عندي. لكن هذا التدفق ما بولد للسكنبي لان ما دي فاي على دي تي. لانه فاي معا مطيب. حتى اي ما يكون عدد لفات ازا فاي ما تطير ما رح يكون لدي. ازا هذا مبلع عمل محول باستعمال فرد اسلو. فرد اسلو هو اللي بيمكن للسكنبي وبنطول عندي موتج واستفيد من هذا الموتج. طيب ازا هلا بليت اسحب من هذا السكن بل ايش رح يصير? تمام. اتجاه الكرند. اتجاه الكرند. اللي رح يمشي من هذا السكنبي. رح يقول بحيث انه يولد الفلكس يمحاول الفلكس الاصلي. يعني انو الفلكس الاصلي عم يزيد بهذا الاتجاه. رح يتوى الكرند يولد الفلكس بهذا يعاكز الفلكس الاصلي. وهذا هو الخانون اسمه لنزل لنزل. واضح هذا عنا مبدأ عمل الترانسفورمر او المحول باستعمال فرد اسلو.